لا تزال قوات الاحتلال ترتكب مجزرة تلو الأخرى وتستهدف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة يأتي ذلك بينما تشهد مدن تنوب القطاع قصفا متواصلا حيث يشن الاحتلال أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس في ظل قلة المساعدات التي تدخل إلى القطاع جحيمية هذا هو وصف نظمة الصحة العالمية للأوضاع في غزة فلليوم الثاني عشر بعد المئة على العدوان الإسرائيلي على غزة لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجزرة تلو الأخرى وتستهدف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع فلا مكان آمنا في غزة بل إن قطاع يتضوع جوعا فلا توجد الاحتياجات الأساسية وإن وجدت يحصل عليها الأهالي بصعوبة ففي ظل ندرة المساعدات التي تدخل القطاع استهدفت المدفعية الإسرائيلية تجمعا لفلسطينيين جنوبي مدينة غزة كانوا ينتظرون حصولهم على المساعدات الإنسانية مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى يأتي ذلك فيما تشهد مدن جنوبي القطاع قصفا متواصلا حيث تنفذ قوات الاحتلال أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس لتعيد إلى الأذهان مجزرة مستشفى المعمداني وكأن السيناريو سيتكرر حيث إن الاحتلال لا يترك مكانا إلا ويقصفه بداية من المستشفيات ووصولا إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة قصف وتجويع ومنع من العلاج هذه هي جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع ازدياد أعداد الجرحة والمصابين جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مما أدى إلى خروج أغلب المستشفيات عن الخدمة وتناقص الكوادر الطبية بشكل كبير وسط تحذيرات المنظمات الدولية والإقليمية بأن الحياة هناك ستتوقف تماما